بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلالي وصحبه السليمة قال الإمام الشافعي رضي الله عنه يحدث للأمة من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور فكلما فجر الناس يبتعد عن ربهم كلما ظهرت مستجدات خطيرة تحتاج إلى إعمال الفكر وقد يعمل الإنسان الفكرة ليجد بعض الحلول لبعض الأزمات التي تظهر فجأة فيتوصل إلى أمور ذكية وقد يتوصلون إلى أمور مخالفة تماما للشريعة أما الناس الغير مسلمين فنظرتهم إلى الحياة والكون والإله نظرة خاصة فقد يستبيحون ما يحرمه الله كحل من الحلول الإجرائية لبعض المستجدات ومن هذه التي عشناها هذا الأسبوع وسألنا فيها بعض الإخوان هي ما يعرفه الغرب من مسألة الموت الرحيم حينما يصاب المريض هناك بمرض لا علاج له ميؤوس من ويقرر الأطباء أن هذا المريض لا علاج له وفي هذه الحالة تدخلت بعض الجمعيات المجتمع المدني بدافع ودعوة أنها تريد أن تخفف على أصحاب هذه الآلام فصارت تطالب بتقنين ما يسمى الموت الرحيم يؤتى بجرعات يحقن بها أو يتعاطاها عبر الفم ليموت موتة كما يعتقد مستريحة فيستريح هو وتستريح عائلته من ضغط القيام بواجب العناية بالمرض ولقد رأينا في الأسبوع الماضي أمريكية متزوجة شابة أصيبت بسرطان الدماغ وقرر الأطباء بعد أن بذلوا الجهد واستغرقوا الجهد أن هذا المرض لا شفاء له وأن الموت ستكون في غضون ستة أشهر لا تزين ستة أشهر العلامات والدلائل الرسالة الأولى أنكم مهما تقدمتم طبيا تعلنون في كثير من الأحيان أنكم عاجزين على إيجاد الدواء لأمراض عضوية لازلتم تجتهدون في البحث عن علاج لها فلم تستطيعون الحمد لله واشيبقى الإنسان عبد يا ربي مهما تطور الطب والعلم في أمريكا والغرب كله هذه اللولة الثانية أن هؤلاء يقرون أن للمريض الذي لا يرجى برء مرضه الحق في أن يضع حدا لحياته إذا آثر ذلك وعراد أن يستريعه وعلى المجتمع أن يعينه على ذلك وأن يتقبل ذلك ففي أمريكا هناك خمس ولايات من الولايات كلها من أقرت هذا القانون وفي الدنمارك وسويسرا هذا الأمر معمول به معمول به بشكل يعني متواتر في دول كثيرة ويقال في التقرير الذي رأيناه عبر الجزيرة أن هذه إن شاء الله قررت أن تضع حدا لحياتها واختارت المكان الذي تموت فيه واختارت الزمن الذي تتعاطى فيه لهذه الحقنة حتى تموت بسبلها اختارت أن تموت في سريرها مع زوجها واختارت أن تموت في الوقت الذي يشتد بهالألم فلا تعود تتحمل حينما تعجز عن التحمل مباشرة تتعاطى لهذه المسألة والثالثة أنها بذلك تموت مستريحة وتكون قدوة لكل من آلمه الحال واستعصى عليه المرض ولم يعد بمقدير التحمل أن يحذو حذو هذه حينما أننا في الإسلام لا حينما أننا في الإسلام أن الإنسان إذا قال له الطبيب أو الطباء أنك ستموت في غضون ستة أشهر بناء على معرفته نقول ومع ذلك للموت أجل ولا نيأس أن الله يشفينا رغم قولي الخلق كلهم أنك لا تشفى فلو اجتمع أطباء الدنيا كلها وقرروا أنك لا تتجاوز ستة أشهر وسينتهي وسينتهي أجلك في هذه المدة بس ما دي قلت ما يمكنش أنا متصل بمن بيده الأرواح والحياة وهو الذي قال فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون الساعة ولا يستقدمون وذلك أظن متشبثا بالأمل في الله أتعاطى للأدوية نعم وأسأل الله فكم من مريض حكم عليه الأطباء أنه يموت في غضون أسبوع أو شهر وذهب إلى مكة وعمل بقول النبي ماء زمزم لما شرب له فشرب الماء بنية الشفاء فأزال الله كل الأورام في الجسد كله في الدماغ في المخ في الكبد في كل شيء بل رأينا اشتونا ما اشتوش تنسيها هل عم اشتونا ما اشتوها تنسيها اشتوها قع في المواقع ذهبت لتحج بعد أن قال الأطباء يستحيل أن يعود إليك بصرك فقالت ذهبت إلى مكة متشوقة لكي يرزقني الله تعالى ويرد علي باصري فشربت ماء زمزم ودعوت الله تعالى وفي يوم عرفة حيث يتجل الله برحمته على الخلق إذا بالمفاجأة تحدث وأول من فوجئت أنا صرت أرى فجأة عرفات وهي تزدحم بالبشر ولم أخبر رفقاء بذلك فرأوني أمشي ولا أعتمد على أحد وسط الزحام فتعجبوا وتشككوا واركابوا قالوا ما هذا الذي حدث لك فقالت بكل اطمئنان إن الله استجاب دعوتي ورد علي بصري ولم يريد أن يعيدني إلى تونس حتى أكحل عيني بكعبة الله كعبة البيت الحرام فحقق الله من نيتي ورأينا حينما نزلت في مطار تونس واستقبلها أهلها ودردك تصرح لإسمها تولو وهي دامعة العينين ذهبت بغير بصر وعادت بالبصر نحن هذا المسألة عندنا عادية عندنا عادية من يأسوش إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون هذه اللولة ثانيا إذا قضى الله الموت وانتهى الأجل فمرحبا بالموت أن أقتل نفسي لا لا يحل لمسلم أن يهدم بنيان الله وأن يزهق الروح بغير حق وهذا انتحار ومن قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا أيما مسلم يضع حدا لحياته بسم يشربه فسمه في يده في جهنم يتجرعه أبد الآبدين وأيما مسلم يقتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها جسمه في جهنم خالد مخلد وأيما مسلم يلقي نفسه من شاهق فيلقى الله ويقتل نفسه فهو في النار يلقي نفسه من شاهق خالد مخلد وقل في من يحرق نفسه بالنار وقل في من يضع حدا نفسه بالشنق وهكذا وهكذا حنا لا نقتل أنفسنا حنا لا نقتلش نفسنا مش ينتعنا أجلي مش ينتعنا هذا حرام هذه مثلا حرام ما يفكرش فيها الإنسان تماما إلى جل أجل الحمد لله ثالثا أن الألم الذي يصيب المريضة الذي لا يرجى برؤه فيه ثلاث خسار يكفر السيئات ويعظم الحسنات ويرفع الدرجة فإن آخر ما يرفعه الله من العمل الصالح بالنسبة للمسلم الميد هي الآلام التي يتجرعها في مرضه فالمريض المسلم ترتفع الملائكة إلى ربنا فتقول عبدك حبسته بالمرض وفي صحتي كان يصلي في المسجد ويصلي الجمعة ويتصدق ويصل الرحم ويبر الوالدين من المحبوس يقول الله اكتبوا لعبدي مقدار حسناته التي كان يقترفها أثناء صحته والمرض هدية من الله تعالى لمزيد الأجر ورفع الدرجات وتكفير السيئات هذه رحمة كبيرة تحرم رحكتها مثل الخير هذا المسلم لا يفكر في مثل هذا والعجيب هو أن يسأل المسلمون مثل هذا السؤال هذا لا يسأل لأن احتف الغرب ترتفع أصوات العقلاء وتقول لا يجوز لا يجوز أن نبيحة للناس يقتل ألف وسيم على حقاش نحلوح الباب لكل شي اليائسين قاعد لي يقس وفيه ألم نفسي قاعد ماشي ألم تاع المرض يجي يقول له أنا الدنيا لا إله لله صعب طالية وخسرت في الصفقة وما بقى حتى وعد يدير أعطيوني الموت الموت الرحم الله يجزيكم بخير أنا ما عندي آلي كوي بيبرع الأخوار هو مرته ما يتفهموش ويتضربو ويتطالقو الله يخليكم أنا ما قدش هذا الأخوار أعطيني شي يبرع يبرع الأخوار يقول أنا أخسرت في التجارة وقدرت كذا وقدرت كذا ومقيت بلاش ويصبح سني آران ننديلون فنفتح بابا من الأبواب التي يصعب وسدها لأنك كما أعطيت الحق لمن يتألم بمرض هالي حق هو نفسه وتعطيه اللي يتألم بمرض نفسي بشي غل مرض العضو ولي مرض نفسي غل في الكونسر ولي يموت يونخر اللي يعودك بمرض المرض نفسي تهوى الريح وشي بختلق المرض نفسي يكون أشدهم المرض آخر من مصادر الشريع سدوا الذرائع احتروا كان لأننا لو فتحنا هذا الباب وأجاز المجتمع قانونا للمتألم بالمرض الذي لا يرجع برؤه فنعطيه الذريعة لكي يضع حدا لنفسه بدعوة المطرحين فهذا الباب ينبغي أن يظل مفتوحا لسائر المرضى المرضى النفساني زيد المتألم من خسارة في صفقة ولم يعود يتحمل العيش الذي له مشاكل عائلية ضرته أن يفر وأن يهجر الذي لا يريد أن يجابها أصحاب الديون فقد أثقل كاهله بالديون بشكل كثير كلهم يتألمون ولربما آلام هؤلاء أشد من آلام السرطان سرطان يعطى له بعض الحقنات لتخفيف هذا الألم أما هؤلاء ما شغل يديه فهؤلاء يقول كيف أعطيت القانون لهذا أعطي بالقانون لهذا فيموت موتا رحيما المتألم نفسيا ويموت موتا رحيما الذي خسر في الصفقة ولمشوا حتى لعند ذاك المرأة هذا المعوق لأنه لم يعود المجتمع يقبله وما يجي عنده حتى واحد يتألم نفسيا وما يقدرش يقلص وارحه ويخسل يكون معه وهو كشب لعب اللي يثقل على الأخرين أتلع له وحده إذا احتوق سيموت الموت الرحيم إذا كل شهاد الناس المجتمع أقر قانونا بأنه يجب إراحتهم من الألم بوضع حد لحياتهم معنى ذلك أنه لن يبقى على الأرض إلا الغوال وفر هذه المسألة وجعلنا بعضك ولبعضين فتنة أتصبرون وفر ربي يبتليك بالضعيف والمريض وفر القول إنما تنصرون وتجبرون بضعفائكم لذلك هذه المسألة في الدين تعنا حرام مطلق وصل الله على حبيبنا شكرا